نبدأ أولى فقراتنا زي ما احنا متعودين بأهم الأخبار التي حدثت بالأمس ونروح لسريعا أخبار مؤسسة الرئاسة لأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد مبارح الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى جولة السيد الرئيسة في الحياة تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المؤطم ومنطقة الهضبة الوسطى فضلا عن المحاور المؤدية لهضبة المقطم ويمكن هذه المشروعات ستساعد على ربطها بمختلف أحياء القاهرة لكي تتيح سيولة انتقال المواطنين تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس قام بتفقد أعمال إنشاء محور رياس الرزق والمحاور الدعمة لربطه بمحور الحضارات وصلا لكورنيش النيل مما يسهل الحركة على قاتني جنوب ووسط القاهرة مناطق المعادي وحلوان والمقطم ووسط القاهرة وصولا لكورنيش النيل دون اللجوء إلى الطريق الدائري أو طريق الأوتوستراد سيادتك الكبري طوله 900 متر كبري هيربط سيادتك الواصلة اللي هي جاية من محور رياس الرزق سيادتك الكبري اللي هو صلاح الشاسد الكبري سيادتك طوله 700 متر الكبري ارتفاعه عالي جداً فاندم ارتفاعه في المنطقة دية 45 متر سيعمل نقلة جبيرة جداً فاندم انت هيعمل محور طوله 25 كيلو واصل من النيل عند نهر النيل مرن بمنطقة الحضارات لغاية يعدي منطقة المقطم بالكامل رايح جاية طبعاً رايح جاية فاندم خمسة حرار كل اتجاهة يوصل لغاية جمال محمد علي موحور جمال محمد علي فاندم ده كله فاندم بعد كده مما انت عاملين منسوب الميل معقول الميل فاندم منسوب معقول وهيخلص في وقت لا مش هيبقى حدا فاندم هيبقى حجم المعقولة فاندم تبكر الكود يعني مش هيعدي الكود وهيبقى اقل منه كمان هيخلص فاندم ان شاء الله وكان مفروض يعني على التفاصيل بتاعنا الاولاني اللي هو الطبيعي هياخد سنة وقتل الشهور احنا بإذن الله ممكن ان شاء الله فاندم مخلص الشهر سبعة جاي اه 23 بإذن الله ان شاء الله سيادتك لو كلنا هنشغل بالنظام التقليدي يعني ان شاء الله سيادتك احنا درسنا كذا حل عشان نشغل بهم في وقت واحد سادتك اللي ارتفاع اللي هو اكتر من 45 متر هنشغل اعمدة من نظام الهولوكو الاعمدة اللي هي المفرغة سادتك ارتفاع العمود يبقى 45 متر بس هو طبعا صعب جدا في تنفيذه لان الشادة بتبقى 45 متر مع بعضها وبيبقى الحق بتاعه متر بس فهو بيوفر كتير جدا في الخراصانة وبيسرع في الوقت شوية الاعمدة القلمة كده هنفصل من النظام العادي الكامر سادتك اللي بيتعمل اعمله برضو باسلوبين انشائيين نظام البريسترزق ونظام بريكاست وانتهاء المحور ده يا فنم هنكون ربطنا المنطقة بتاع كورنيش النيل عبر دكتور دكتور سلاح الشازلي منها المحور رياسي الرزق بالمنطقة شرق الكاهرة ومنطقة جنوب الكاهرة والموطن يعني احنا هنا وقفين بدوقتين هنا فن احنا وقفين دمح الحضرات ماشي وده اللي احنا عايزين يبينه تمين الفكرة عمل اللي هتتعمل الكبر اللي احنا اللي كلم على الانتفاع 5 متر هو منسوب الجبل ده لغاية الارض تحت من المعادات اللي شغالها تحت عشان تربط مع عشان تربط مع كورنيش النيل وهيبع عندنا كورنيش النيل الهدف هو نقل حركة المرورية بشكل غير وغير مسبوع بالزبط ممكن تطلع من قدام القلعة ونطلع شرق الكاهرة او نيجي من موطنية كورنيش النيل هنا تمام ونطلع برضو المؤطم ومنها لشارق الكاهرة وكده خففنا بضغط على الطريق داي وده بيعتبر استكمال للخطر اللي السيادتك امر توقيت بتطوير عدد من الطرق والمحاور فيها اول محور فيهم الفندم هو محور بياس الرزق وده يبقى فندم بيربط بين محور صلاح سالم ومحور التسطورات لربطه بمحور حساب الله كفراوي وسميرة موسى بطول 9 كيلو متر وعرض 5 حرة مرورية لكل اتجاه كما يتم انشاء محور سميرة موسى بطول 12 كيلو متر وعرض 5 حرة مرورية لكل اتجاه وتم تحليل الحركة المرورية فيها فندم بإنشاء عدد 4 كبري بالإضافة ل3 إنفاء هذا عبارة عن طريق بطول 2 كيلو متر أول ما فندم عبارة عن كبري بطول 900 متر وعرض 27 متر بارتفاع يصل إلى 45 متر بيتم تنفيذه بأحدث الأسرائيب الهندسية وده فندم لربطه على محور رياض الرزق بالإضافة أنه تم تنفيذه بأحدث الأسرائيب الهندسية لتعديل المخطس الزمني بالإضافة لطريق بطول كيلو كيلو مية بيصل كميات الحفر وردني فيها فندم إلى 800 ألف متر اللي احنا قفين عليه فندم بيصل كميات الحفر وردني فيه إلى 800 ألف متر مكعب بالإضافة كده فندم بيتم تطوير طريق بطول 7 كيلو بعرض 2 حرة مرورية لكل اتجاه من محور حساب الله كفراوي حتى شارع 9 بتطوير شارع 9 من ميدان رسالة وحتى ردته مع محور رياض الرزق بعرض 6 حرة مرورية لكل اتجاه عدى المنطقة من ميدان الشرق وحتى ميدان مسجد الحمد دي معرض 5 حرة مرورية لكل اتجاه وهي مرورية كما تفقد سيادته أعمال تطوير منطقة المقطم وكذا تطوير كورنيش المقطم والهطبة الوسطى لخدمة أهالي المقطمة فبالدراسة يا فندم العرض على سيادتك سيادتك صدقت على إنشاء حائط ثاني يا فندم بطول 900 متر في قطاعات مختلفة يا فندم اللي فيها المشاكل الإنشائية للهضبة واللي كان يعود زمانها لسنة 2000 كان حصل تياكل الجبل يا فندم أمام سيادتك ده حد الجبل القديم وتم وعالجته في حينه يا فندم عن طريق الردمة بأنواع مختلفة من الطربة الغير متجنسة وبالتالي يا فندم بعيدة عن تنفيذ محور ياسر رزق ووجدنا أن فيه صعوبة في الحفاظ على سلامة الهضبة الانشائية يا فندم حتى مع إنشاء محور كورنيش المقطم وياسر رزق وتم يا فندم بالفعل إجراء عمال الجسات والتصميمات وبدأنا يا فندم التنفيذ عن طريق إنشاء حاقت بالارتفاع يصل من 6 إلى 18 متر يا فندم وبأساسات عميقة تصل إلى 3 صفوف من الأساسات العميقة وصمك الحاقت يا فندم هيوصل إن شاء الله لمتر وتدعيمه كل 6 متر يا فندم بدعمات عمودية لضمان يا فندم أولاً أعمال الردمل هتتم بأسلوب إنشائي سليم إن شاء الله تحافظ على أولاً ثامة محور كورنيش المقطم الجاري تنفيذه وفي نفس الوقت يا فندم عدم تأثيرها على محور ياسر رزق الجاري تنفيذه أي أمطار هنا أو هنا معنى مشكلة إن شاء الله فندم بإذن الله بإذن الله فندم تم دراستها تماماً وإن شاء الله في بعض القطاعات هيبقى فيها تدبيش بدون مونة عشان يبقى فيه فلتر للمية بعد كده عاملين له حاجة زي ميول جانبية سيادتك تجمع المية الأمطار دي أو بلاطات خلصانية لحماية الأجناب بإذن الله وإن شاء الله يا فندم مخططين بإذن الله الطريق الكامل إن شاء الله هيبقى خلصان 30-12 عدى يا فندم المنطقة اللي هي فيها الحائط الساند دي تطولها كيلو يا فندم المنطقة دي إن شاء الله هياخد مدة تنفيذها بإذن الله 4 أشهر ولكن بـ 3-12 يبقى مفتحين إن شاء الله على أقل 3 حارة في الاتجاه ده يا فندم إن شاء الله هذا الطريق يا شخص يبداً إن شاء الله يا فندم 30-12 الطريق الكامل المنطقة دي يا فندم هيبقى مفتوح بلده فيها الطريق هيبقى فيها حلطين بس سيادتك هيتأخر إن شاء الله لـ 30 يناير أو كما تفقد سيادته أيضاً أعمال إنشاء طرق جديدة تربط بين محور حسب الله الكفراوي والطريق الدائري ومحور الشهيد لتخفيف الأعباء عن الطريق الدائري استكمالاً لأعمال تطوير وإنشاء طرق ومحاور جنوب القاهرة وربطها على محاور شمال وشرق القاهرة وصولاً للقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة سيادتك صدقت يا فندم بإنشاء وتطوير شبكة طرق منطقة زهراء المعادي والطرق المحيطة بمحور حسب الله الكفراوي بإجمال أطوال خمسة وتلاتين كيلو متر خمسة حارة مرورية لكل اتجاه بإجمال عشرة حارة مرورية تصل إلى ستاشر حركة مرورية في المناطق السكنية والخدمية لضمان استمرارية المرور وخدمة المواطنين المناطق السيادتك مشرفنا فيها فندم تم تنفيذ طرق بإجمال أطوال تسعة كيلو متر الطرق دي يا فندم تم حفر أكثر من ستمائة ألف متر مكعب في طربة صخرية وباستخدام المعدات الميكانيكية وتم ردم أكثر من مئة ألف متر مكعب باكثر باستخدام المعايير الجودة سيادتك يا فندم كده قدرنا نربط القادم من طريقة التسطرات وطريقة الصعيد الحر وحلوان بطريق العين السخنة مرورا بمحور محمد عزة عادل وتم ربط القادم من محور الشهيد بمحور محمد عزة عادل ومنه إلى كورنيش النيل ومناطق جنوب القاهرة وتم ربط القادم من المؤطم ومحور رياس الرزق والقادم من المنيب بطريقة العين السخنة وبكده فندم تم إنشاء مجموعة من الطرق موازية للطريق الدائري لتخفيف العب المروري على الطريق الدائري خاصة يا فندم إنه بيتم مشروع الأوتوبيس الترددي وبكده يا فندم نقدر نوفر الاستهلاك المحروقات وتوفير في زمن الرحلة وتم يا فندم التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء وتطوير البنية التحتية وبالفعل يا فندم تم تطوير وإنشاء البنية التحتية من مياه وغاز وصرف وكهربا قبل ما نقفلوا الطرق يا فندم لخدمة المواطنين وتحقيق أقصى استفادة من أعمال الإنشاء والتطوير وزي ما سيادتك أمرت يا فندم تم قطع طريق العين السخنة وتم عمل التحولات المرورية اللازمة لضمان سيولة الحركة المرورية شغالين في النفقة شغالين في النفقة فندم جاري الأعمال الإنشائية في النفقة فندم هيخلص يا فندم إن شاء الله زي ما عادنا سيادتك فندم إن شاء الله شهر اثنين بود هنا أوضع حاجة مهمة احنا بنقول إيه بنقول إحنا بنعمل محاور موازية للطريق الدائري تمام يا فندم وبنعمل في نفس الوقت في كل كتلة سكانية موجودة شبكة طرق تخدم على سكانها تمام وهيس النهاردة بدل ما أنا لو أنا موجود يعني الساكن في منطقة زهراء المعادي محمد عزة عادل أو زهراء المعادي وأبقى محتاجة روح بغاية الدائرة عشان أتحرك عليه لقد أنا عندي طريقة موازة هو محور أتحرك عليه بسهولة جدا جدا أنا عادي مالحوظة شفتها الدوائر المروري بتاعيبكو دي تمام يا فندم مش هيفكم بلغين فيها قوي في التساح أنا أقصد أقول كانت ملحوظة بالنسبة لي أن اللي بيتحركين بينتحرفوا شديدا جدا فيه عشان يتحركوا داخل الدوارة دي أنا أحنا بنضمن يا فندم أن اللي قادم يقدر ياخد سرعته لدخول الدوارات تاني ايه تاني عام؟ تماما فندم استمت الدراسة وعرضها على السجد مش كينة محمول حوالنا نشوف زي ما تبعنا مجهود كبير بيحصل في طرق وشوارع القاهرة بهدف تخفيف التكدسات المرورية وتخفيف العبء من على كاه المواطنين أثناء عملية القيادة تحديدا طيب لسا مستمرين في عرض أخبارنا التي حدثت بالأمس لأن كان مبارع فيه جولة لرئيس الوزراء في مدينة شرم الشيخ لده لليوم التاني على التوالي لمتابعة آخر الاستعدادات النهائية لاستقبال المدينة لمؤتمر التغيرات المناخية كوب 27 كمان الحكومة استعرضت نشاطها الإسبوعي في إنفو جراف وكان فيه نفي من الحكومة لمنع الطلاب من دخول الحرم الجامعي لعدم سداد المصرفات الدراسية بالإضافة لأخبار أخرى هنتبعها من خلال هذا التقرير مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح أبرزها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء زار مدينة سانت كاترين علشان يتفقد عدد من مشروعات تطوير موقع التجل الأعظم اللي بيتم تنفذها بالمدينة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكد رئيس الوزراء في مستهل جولته إن زيارة مدينة سانت كاترين جاية في إطار متابعة تنفيذ تكلفات الرئيس بتطوير المدينة ووضعها في مكانتها المستحقة وتعظيم الاستفادة من المقاومات السياحية اللي موجودة فيها واللي بتحتوي على الطابع الأثري والديني والبيئي والتراثي المميز كمان مبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أسطول أوتوبيسات الكهرباء والغاز استعدادا للعمل في شرم الشيخ وكان دكتور مصطفى سبق وقام بجولة ليلية موسعة لشان يتفقد سير العمل بمشروعات التطوير في العديد من الطرق والميدين الرئيسية ضمن خطوات استعدادات المدينة لاستقبال الزوار والمشاركين في مؤتمر تغير المناخ كوب 27 الشهر اللي جاي مبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير شمال مجموعة من الانفوغرافات اللي صلت من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوع للمجلس في الفترة من 8 والحد 14 أكتوبر تضمنت الانفوغرافات الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها أيضاً الحكومة مبارح أكدت أن الأخبار اللي انتشرت بخصوص منع الطلاب من دخول الحرم الجامعي نتيجة عدم سداد المصروفات الدراسية كلام غير صحيح وشددت على أحقية كل طلاب الجامعات في دخول الحرم الجامعي والالتحاق بكليتهم حتى في حالة عدم سدادهم المصروفات الدراسية خصوصاً أن الجامعات الحكومية خصصت ميزانية لمكاتب رعاية الشباب علشان تسدد المصروفات عن الطلاب المتعثرين سواء كانت مصروفات دراسية أو مدن جامعية بشرط أن الأوراق المطلوبة تكون مستوفة إمبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن مدير جامعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب افتتح المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصاب العمليات الحربية المعرض هيستمر لحد يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري بمقر جامعية الوفاء والأمل بمدينة نصر وده بالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة ممكن زي ما تابعنا في جولة دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في مدينة شرم الشيخ تحديدا زيارته كمان لسانت كاترين علشان يعني يتابع الأعمال اللي بتحصل في مشروع التجلي الأعظم لأن في الحقيقة احنا بنتكلم على بداية الموسم السياحي للدول الأوروبية تحديدا وأعتقد كان فيه تصرحات قبل كده حتى لو يعني الأمر تطلب لبن العصفور هنجيبه علشان نقدر اللي احنا نعظم من قطاع السياحة ففكرة الاهتمام بالسياحة الدينية لما له من يعني مكانة وقيمة كبيرة لدى السياحة الأجانب تحديدا في سانت كاترين ده شيء في غاية الأهمية لأن مدينة سانت كاترين هي مدينة بتتميز بها السياحة الدينية وفيه مشروع ضخم ومشروع أملاق بيحصل هناك هو مشروع التجلي الأعظم اللي بيضم عدد من الفنادق إنشاء واستحداث ورفع كفاءة هذه الفنادق أيضا بيضم كمان بنتكلم على دير للعبادة بنتكلم على أماكن تجارية ومحلات للسائحين نتكلم على المزار الروحي بالوادي المقدس بالإضافة للقبة السماوية في الحقيقة وهو مشروع متكامل لابد من سرعة الانتهاء منه عشان تكون عندنا نوع من أنواع تنوع مصادر السياحة لا نعتمد فقط على السياحة اللي بتعتمد على الأثار اللي موجودة عندنا بس لا عندنا سياحة دينية كمان سانت كاترين هي منطقة أو مدينة بترتفع عن سطح البحر بارتفاع 1600 متر فده بيخلي التقص فيها مختلف وأجواء فريدة من نوعها بتحدث هناك والغالبية العظمى من من يقصد هذه المدينة بيروحوا عشان خاطر يستمتعوا بسقوط أو هطول التلج على الجبال والأجواء اللي بيبقى فيها نوع من أنواع البرودة اللي بتختلف عن التقص اللي موجود في كل محافظات الجمهورية تحديدا من بين برضو الأخبار اللي كانت مهمة جدا ويمكن شفناها وعاوزين نقف عددها هو فكرة نفي الحكومة لمنع دخول الطلبة للحرم الجامعي في حالة عدم سداد المصرفات لأن في حياة الأمر ما فيش حد يقدر يمنع طالب في التعليم الحكومي لأن احنا بتكلم هنا على الجامعات الحكومية تحديدا من عدم حقه أو عدم أحقيته في دخول الحرم الجامعي لأن حق التعليم هو حق مكفول بموجب الدستور فبالتالي أقصى حاجة ممكن تحصل هو فكرة حجب النتيجة ده في حالة عدم دفع المصرفات لغير القادرين ليهم بقى استثناءات والاستثناءات يمكن احنا رصدنا في التقرير إن غير القادرين في لجنة مشكلة ده بخلاف لجن وزارة التضامن الاجتماعي وبيبقى فيها أوراق مطلوبة بيثبت فيها بيان الحالة الأسرية تحديدا وبالتالي بيتم إعفاءه تماما ده غير إن هي أصلا التعليم الحكومي هو تعليم مدعم أو تعليم مدعم أعتقد يعني مصاريفه لا تتجاوز بنتكلم على أيام لو أنا هتكلم على تعليم مثلا حقوق كان انتساب فيها كان بـ 500 جنيه تقريبا يعني السنة الدراسية فبالتالي هو أصلا مصاريفه مدعمة لكن نرجع برضه ونقول ونأكد إن ما فيش حد يجرؤ إن هو يمنع أي طالب جامعي من دخول الحرم الجامعي لعدم سداد المصرفات وممكن أقصى إجراء يتم اتخاذه ده في نهاية العام منع أو حجب النتيجة ده كمان هذا الشرط بيكون مشروط إيه إن احنا عندنا استثناءات لغير القادرين وعندنا أكتر من منح بيتم توجيهها لغير القادرين عشان خاطر يتم إعفاءهم وهنا بتكلم على إعفاء تام مش تخفيض فقط للمصرفات الدراسية إعفاء تام من هذه المصاريف لكن على أي حال حرب الشائعات لا تتوقف يعني ضد الدولة المصرية تحديدا وأنا ببص إن ده يعني في حد ذاته نجاح لأن لو ما فيش نجاح ما فيش حد هيبتدي اللي هو يركز معنا ويبتدي اللي هو يحربك بحروب الجيل الرابع يعني التي يعني تعد من أخطر أنواع الحروب لأنه ملهاش ساحات قتالية وهو حرب المعلومات بنشكر طبعا مجلس الوزراء اللي بيرصد هذه المعلومات ودايما بينفي يعني ويطلع البرهان ويطلع حقيقة أو بواطن الأمور خلونا نروح لمحافظات مصر اللي شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث اللي حصلت بيه الأمس يمكن أبرز هذه الأحداث بدء تحريك أوتوبيسات الغاز الطبيعي والكهرباء لمدينة شرم الشيخ لنقل وفود قمة المناخ والانتهاء كمان من إنشاء خمس بيوت أنوال جديدة للنسيج اليدوي في حي الكوثر بسهاجة من بين الأخبار أيضا اللي حدثت في محافظات الجمهورية المختلفة وصول 58 سرير جديد لدعم مستشفى الفرفرة المركزي وأخبار تانية هنتبعها من خلال هذا التقرير في محافظات الجمهورية المختلفة محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي حصلت مبارح أبرزها إن اللواء هشام أمنى وزير التنمية المحلية تلقى تقرير عن متابعة الوزارة لتحريك الأوتوبيسات اللي بتشتغل بالغاز الطبيعي والكهرباء واللي هيتم إرسالها لمدينة شرم الشيخ لنقل الوفود المشاركة خلال فعليات قمة المناخ وهتشارك الوزارة من خلال هيئة النقل العام في القاهرة وهيئة نقل الركاب في الإسكندرية بعدد 210 أوتوبيس منها 100 أوتوبيس شغال بالغاز الطبيعي و110 شغالين بالكهرباء اللواء طارق الفقي محافظ سهاج أعلن عن الانتهاء من إنشاء خمس بيوت أنوال جديدة للنسيج اليدوي بقرية النسيج الجديدة في حي الكوثر بتكلفة إجمالية وصلت لـ 3 مليون ومية وخمسين ألف جني وبكده بيوصل إجمالي البيوت الجديدة اللي تم إنشاءها لـ 15 بيت ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر اللواء الدكتور محمد الزمالوت محافظ الوادي الجديد أكد وصول دعم وزارة الصحة والسكان لمستشفى الفرفرة المركزي بعدد 58 سرير في إطار دعم المنظومة الصحية بالفرفرة وتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوى نظمت من خلال فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي فعاليات المسرح المتنقل بقارية شاتورما بنصر النوبة وهتستمر فعالياته لمدة 3 أيام شهدت محافظة لؤسر حالة من الإقبال الكبير على رحلات البالون الطائر بخروج 35 رحلة أقل على متنها حوالي 700 سائح من حول العالم للاستمتاع بسحر وجمال المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة في شريط نهر النيل من السمن المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء أكد أنه تم إقامة مجموعة مشروعات في قطاع الإسكان الاجتماعي خلال الثمن سنين اللي فاتت بتكلفة 80.146 مليون جنيه وإنشاء 472 وحدة إسكان شاملة المرافق في مدن وقرى سيناء الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أكد أن الفرق الطبية في المحافظة قامت لحد دلوقتي بتطعيم 3.979.768 مواطن جرعة أولى من تطعيمات لقاح فيروس كورونا بنسبة تغطية وصلت 78% بجانب تطعيم أكتر من 2.8 مليون مواطن بالجرعة التانية بنسبة تغطية وصلت ل71.5% مع تطعيم 1.063.630 مواطن بالجرعة الثالثة التنشيطية الدكتور راجي توادروس وكيل وزارة الصحة بقنة تابع فعليات القافلة الطبية المجانية اللي نظمتها مديرية الصحة والسكان بقرية أبو دياب شرق التبع لمركز ديشنا وتم توقيع الكشف الطبي على عدد 1288 مواطن في 7 تخصصات